كل الناس بيحكوا انه بدون الطائف كل الناس بيحكوا انه بدون يحترموا الطائف انه لا يمس الطائف حال اكتر ناس ما عم بقول كلهم بس من اكتر الناس اللي بيحكوا عن الطائف ايجابيا وانه الطائف مهم وعين دقر الطائف وعن مص بالطائف هني اكتر الناس اللي عم بيمسوا بالطائف وعم بيدربوا الطائف خلينا ناخد مثال بسيط الثنائي بيحكي انه هو مع الطائف ويحترم الطائف ويحترم الدستور اين هو احترام الدستور مما يحصل في البلد رح بلش بالاشياء البديهية البسيطة في هناك اعراف جديدة نشأت اخر 15 او 17 سنة في البلد وعلى هامش الدستور عرقلت البلد ويستخدم الدستور لمقارب خاصة ولمقارب فريق واحد لوحده هناك سلاح في البلد هذا سلاح غير شرعي حتى لو كان سلاح الامر الواقع انه غير شرعي باعتراف الدستور ووفقا للدستور الدستور نص على حل الميليشيات لماذا هناك فيه تنظيم مسلح في البلد او تنظيمين او ثلاثة وكلهم شعارهم اما التحرير واما تحرير فلسطين هيدا مخارف للدستور لماذا هناك سلاح بين الناس سلاح جدي مش عم نحكي السلاح الفردي وسلاح البيوت انا عم بحكي عن السلاح سلاح الجيوش الجرارة بين المنازل لماذا هناك تنظيم وتركيبة ولوجستية عسكرية على كامل الاراضي اللبنانية حتى مش على الجنوب فقط لماذا هناك قرار الحرب والسلم اللي هو اساسي من سيادة البلد له علاقة بسيادة هذا البلد سيادة الدولة اللبنانية ليش هو منه بيئيد الدولة اللبنانية والمؤسسات بالدولة اللبنانية لماذا هناك اعراف مثلا على سبيل المثال مثل رفض المداورة الطبيعية في المراكز الوزارية يعني وزارة المالية بده يصير حرب اهلية لو يقدر واحد يرجع يخدع المداورة ليه البعض يقول هذا البعض يقول هذا حق لا 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 منه حق لا لكم وين النص اللي بيقوله انه حق لا لكم ما فيه هذا التوقيع الرابع لا منه حق هذا حق لكل اللبنانيين وما فيه كبير وصغير لازم يكون القانون والدستور يجب ان يكون الجميع متساوين تحته لا ابدا ما فيه احترام للطائف لبل هناك ما هو اخطر من ذلك وهو ان هناك جهب في البلد هناك قوة في البلد معروف عن مين ما عم بحكي تريد وضع اليد على كل المواقع من دون ان تقول انها تعدل الدستور او تمس بالطائف او تزعج مكونات من المكونات اللي بيعتبر انه الطائف يعني بهمه اكتر من غيره لكن هذا في التفاف على الموضوع رئاسة الجمهورية ومحاولة فرد رئيس جمهورية وظيفته الاساسية ان يكون مطمئن لجهة هيدا دستوري هيدا له علاء بالطائف ما له علاء بالطائف طيب ترك المؤسسات كلها تفرغ ورا بعضا ورا بعضا ورا بعضا والذهاب شيئا فشيئا نحو وضع اليد على احدى المؤسسات الاولى يعني المصرف المركزي ثم بعد ستة اشهر ربما قيادة الجيش بشكل او باخر هذا طائف ترك رئيسة الجمهورية ثمانية اشهر بهذا الشكل بهذا الفراغ فقط لاننا نريد ان نطمئد المكون الذي يقلق ويهدد كل المكونات الاخرى كيف يعني مكون يعتبر حاله فوق البشر ومن صنف القديسين وانه لا يمس وما بيحكي مع حدا وما بيرد عحدهم بيعتبر كله اللبنانيين انه هن مواطنين رعاية صغار عنده لا ما في احترام للطائف اما القول بانه سمعناه من احد كبار المسؤولين من البلد انه عدو عقلين ما حدا يحكي بالفيدرالية شو يعني عدو عقلين ليش اللي عم بيصير هو عقلني هو تعقل اللي عم بينعمل باللبنانيين واللي انعمل اخر كم سنة باللبنانيين هيدا لانه عدو عقلين مع اللبنانيين الغزوات والاغتيالات وتنصيب القتلة كقدسين بالبلد هيدا عدو عقلين كيف يعني لا هناك كلام للشعارات وللخطب وللمواقف السياسية لكن تحت التجويف تجويف البلد تجويف التركيبة تجويف الصيغة تجويف الهوية وتغيير البلد على كل الأصعاد بالسياسة بالمواقع بالمعنى ان يكون لبنانيا ان يكون هناك شيء اسمه لبنان بلد اسمه لبنان هذا اللي عم يتم تجويفه عم يتم تغيير التركيب الديموغرافية بالبلد عم يتم تغيير التركيب العقارية بالبلد مجرد فلنقل الأمور بخلاصة مجرد ان يكون هناك فئة ثمة فئة تتفوق وتعتبر حالها انه متفوق على الآخرين بالقوة وبالسلاح وبالإكراه وبالعنف وباستخدامه يعني ما في بلد مش ما في طائف وما في دستور ما في بلد يقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله انه نحن لن نجبر لبنانين على شيء ولن نحاول ان نستخدم السلاح لإجبارهم على شيء فيما يتعلق بالبلد قالها في احدى خطبه الاخيرة هذا شعار بس عمليا السلاح موجود موجود بيناتنا التلويح بالسلاح موجود دائما التلويح بالعنف موجود دائما ما يسمى بوهج السلاح المسدس على الطاولة موجود وبالتالي نحن نقول لما نصحوا البعض انه عدوا عقلين عندما عم بيحكوا انه الوضع ما بينطاق بقى بموضوع رئيس الجمهورية بمواضيع اخرى بسلاح بالصواريخ اللقيتة بجنوب اصص اللي قدموا هذه النصيحة بتأمل انه يراجعوا سجلهم فيما يتعلق بالخرقات الفاضحة الكبيرة وبتدمير المنهج للطائف الطائف دمروه ما بقي هو نص لكن ما ينفذ على الارض هو شيء اخر تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر